بعد أيام قليلة من اجتماع مجموعة الاقتصاد الناشئة المعروفة باسم بريكس تقدم عدد من الدول بطلب للانضمام أبرز المتقدمين إيران والأرجنتين مجموعة بريكس التي تضم كل من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل تم إنشاؤها منذ عدة سنوات بمبادرة روسية فيما سعت موسكو مؤخرا لتفعيل المجموعة بشكل أكبر وتوسيعها للإفلات من عقوبات أمريكا والغرب وفي الرابع والعشرين من يونيو الجاري عقدت مجموعة بريكس قمة نأب رئاسة بكين ثم نشر الكريملين بيانا يضح فيه الهدف من مجموعة بريكس الهدف هو تمكين وإصلاح النظام متعدد الأطراف لجعل أدوات الحوكم العالمية أكثر شمولا وتشاركية وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار العالمي وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط لكنها كثفت جهودها في الأونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول عليها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت إن الأرجنتين تقدمت بطلب للانضمام إلى المجموعة وفي وقت سابق أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي يزور أوروبا حاليا رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس